عروس الألعاب ليست على ما يرام فقد أصبح تحقيق الإنجاز في هذا الوقت ضربا من الخيال في ظل ما يعانيه لاعبي منتخب ألعاب القوى للساحة والميدان من إهمال كبير عدم توفير الأموال والمعسكرات من قبل الاتحاد أجبر اللاعبين على صرف الأموال من نفقتهم الخاصة من أجل استعداد للبطولات المقبلة نحن لاعبين منتخب وطني أنا لعب منتخب وطني أبسط في بطولة آسيا لا يوجد أي معسكر إن داعي للتحاد يقول لك ماكو فلوس هذا على وزارة الشباب لأولمبية يعني مع الأسف الألعاب الفردية جدا جدا مهملة وما ترتقي بمستوى الطموح يعني نحن نصرف من جيبنا ووقتنا وجهدنا في حين نريد أن نمثل منتخب الوطني بأفضل صورة لكن للأسف الواقع ما يحاكي الطموح يعني يوم بعد يوم أعتقد الرياضة راح تزول خاصة بالألعاب الفردية والله مع الأسف يعني إذا هسا تقولي يمكن أغلب القنوات ما راح يجوننا أو يوصلون معاناتنا ألعاب القوة أنه تحت مطرقة الإهمال لأنه إحنا نعاني من هذا الدعم وبالأخص الدعم المادي اللي لازم يلتج إلى الرياضي يعني إحنا نطلع معسكرات بالنسبة اللي أدي أحكي لك عن نفسي أطلع معسكرات على حسابي على نافقة الخاصة لا يقارب أنه كل معسكر تدريب اللي أطلع ما يقارب 2500 إلى 3500 دولار أطلع أروح عسكر أرجع تعبان نفسي من قد أنه المصرف اللي أنا ده أصرفه على نفسي وبعدين تالي ما تالي أجي لو أضمن أنه أنا أتهل بطولة لو ما أتهل بطولة بطولة غرب آسيا الشهر المقبل هو أقرب استحقاقا للمنتخب الوطني فكيف لنا أن نطالبهم بتحقيق الميداليات وهم ما زالوا يبحثون عن أبسط المقاومات من أجل مشاركة في البطولة دعم للرياضة بالعراق لعب الفردية صورة عامة ما أكو الرياضة عندنا بس قدم بالعراق صورة عامة الرياضة بس قدم ما أكو أي دعم أي دعم ما أكو تقدر تتكد من الرياضين جميعهم أغلب المعسكرات على حساب اللعب الخاص يعني ما أكو دعم يشاهد بالرياضة أبد من أغلب لاعبين هسا جاي يطلعون على حسابهم لأننا ستعرف أغلب الرياضيين الانديا مالتنا ما جاءت الطي رواتب يعني زيانة تكفيك احنا شباب نصرف لازم مكملات لازم تجيب تجهيزات لازم تطلع معسكر على حسابك يعني كل هذا ما يكفي الأموال هي عصب أي رياضة أو لعبة وعدم توفرها يعني شيئا واحدا فقط هو أن البطولات المقبلة ستكون الغرض المشاركة وليس من أجل الميداليات تحقيق الإنجازات أو الأوسمة أشبه بالمستحيل في ظل ما يعانيه اللاعبين من قلة الدعم المالي فكيف لنا أن نجاري بقية الدول ونحن نفتقر لأبسط المقومات مصطفى عصام العراقية الرياضية بغداد